وللحديث عن القمة الثلاثية في بغداد ينضم إلينا المتحدث باسم اتلاف النصر أحمد الويندي أهلا بك سيد أحمد سيد أحمد تم تأجيل انعقاد القمة بسبب حادث القطارين في مصر كما تعلم لكنها كانت مهددة بالأصل بالتأجيل بسبب الوضع الأمني المشحون دعني أقول بعد استعراض ربع الله إلى أي مدى سيبقى الملف الأمني ملقيا بظلاله على الاستحقاقات الدبلوماسية في العراق نعم في البداية تحية طيبة لجنابكم وأيضا لمشاهدي قناتكم الكريمة وأيضا تعازين الحارة لذوي وعوائل ضحايا الاستدام القطارين في جمهورية المصرية العربية في الحقيقة نحن أصدرنا بيان بهذا الصدد وقلنا وأكدنا أن أي عمل خارج إطار الدولة ومؤسساته غير مقبول وسيؤدي هذا العمل إلى تشضي أكثر في القيم المنظومة الوطنية التي تجمع الشعب العراقي والدولة العراقية وتؤدي أكثر إلى انقسام الدولة والذهاب بهيبتها وأيضا ممكن أن تسبب مشكلات ومعرقلات لا يمكن حلها في المستقبل القريب وأكدنا أن الاعتراض على الأداء الحكومي هو أمر جائر وطبيعي وديمقراطي وأيضا مشروع في حسب كل الأنظمة الديمقراطية السياسية الموجودة اليوم لكن ضمن أطر معينة وهي أطر القانون والدستور ويمكن حتى تغيير الحكومة من خلال هذه الأطر والتي رأيناها في 2019 و2020 وأيضا نؤكد أن كل هذه الموضوعات التي تحدث اليوم هي ليست في مصلحة الدولة وإنما ستزيد من التصدع السياسي والمجتمعي في الدولة العراقية مما سيزيد عرقلة الحلول الموجودة اليوم في الواقع العراقي وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى ذهاب الدولة باتجاه مجهول لا يمكن أن يتم السيطرة عليه في المستقبل ولهذا نحن اليوم طالبنا بإجراء حوار أو مبادرة وطنية تجمع كل الأطراف السياسية الفعالة في صنع القرار في الدولة العراقية من أجل إعادة هذه المنظومة السياسية السيادية الاجتماعية الفكرية ووضع المصلحة الوطنية في المرتبة الأولى لأن الوضع اليوم وضع حساس يحتاج إلى تكاتف جهود كل القوى السياسية من أجل أن نستطيع إخراج العراق من هذه المشكلة التي يعانيها وأيضا اليوم نحن داعمون لأي مبادرة لأي حوار ممكن أن يعيد هذا الأمور إلى أو تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في أجل أو من أجل يعني بناء الدولة وأيضا تقوية كل أجهزتها وأدواتها وتدعم السيادة العراقية طيب سيد أحمد يعني بانتظار انعقاد القمة الأسبوع المقبل غالبا يعني من المفترض أن تناقش القمة ملفات التعاون الاقتصادي إضافة لملف أنبوب البصرة العقبة النفطي ما هي الأهمية الاقتصادية والسياسية لتشغيل هذا الأنبوب؟ يعني في الحقيقة بالبداية نحن ندعم أي مشروعات للتكامل الاقتصادي في العراق وما بين الدول الأقليم أو دول المنطقة بالوقت الذي يعني عاني العراق صراحة في الحقيقة يعني من تدخلات من بعض الدول يعني وألقت بظلالها على انعكاسات سلبية في الدولة العراقية ونحن اليوم نرحب بأي تكامل اقتصادي مع دول الجوار في الحقيقة يعني مشروعة إنشاء هذا الأنبوب يعني يعود إلى فترة حكم الدكتور حيدر العبادي وكانت هناك يعني مذكرات تفاهم أولية وقعت في عام 2013 و2016 أيضا لكن يعني الأمور الاقتصادية والأمور السياسية والأمنية حالت دون تنفيذ هذه المشروعات يعني في بادئ الأمر كان من المفترض أن يمد هذا الأنبوب من البصرة إلى خليج العقبة بطول 1700 كيلومتر وبميزانية تصل إلى 17 مليار دولار على أن يتم يعني مشاركة هذه النفقات ما بين الدول الثلاثة والأهمية الاقتصادية تكمن في إيصال النفط العراقي إلى خليج العقبة وتنويع يعني مراكز التصدير للنفط العراقي إلى أكثر بقاع الأعالم وبالتالي هذا الأنبوب سيصل إلى المصر ويصل إلى سودان وأفريقيا نعم تابعنا قبل قليل في النشر في تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية قالت أن إيران والفصائل منزعجة من الكاظمي بسبب سيطرته على المنافذ الحدودية كذلك الفصائل هددت بأنها سترد بإطلاق صواريخ على السعودية في حال السمر الكاظمي بالضغط ما تعليقك؟ يعني في الحقيقة نحن أصدرنا بيانا وأصدرنا موقفا عندما قامت الحكومة وتحركت إذا تقويت نفسها وتقويت أجهزتها وأيضا أدواتها من ناحية المنافذ الحدودية وأيضا إنشاء أمور تصب في مصلحة الصالح العام وأيضا تقويت أجهزة النزاهة وأجهزة الدولة التي تهتم بإيجاد العدالة لكل من تسول له نفسه بسرقة أو هدر المال العام ونحن اليوم نعتقد بأن الدولة العراقية تحتاج إلى جهود أكبر من الحكومة العراقية أن تضع وتبصد هيبتها في كل مفاصلها طيب يعني بسط الهيبة والسيادة للعراق هل تتوقع أن يكون من خلال رد ربما على مثل هذا التقرير يعني باعتقاد اليوم الدولة العراقية هي تعمل من أجل عمل أو بسط هذه الهيبة من خلال الأمور التي تقوم بها من خلال الأعمال من خلال التنفيذ على أرض الواقع هكذا تقول نعم ستكون كفيلة بالرد عن أي جهات تحاول المساس بهيبة وسيادة العراق ونحن أيضا لدينا مواقف بهذا الصداد وقلنا بأننا ضد أي عمل يهدد أو يحاول تقليل من هيبة الدولة أو اختراق سيادة مثل هكذا ردود على أرض الواقع هل هي لتلافي الصدامات بين الدولتين برأيك يعني في الحقيقة نحن اليوم نحاول أن نلملم شتات ما تبعثر في المرحلة السابقة ونحاول اليوم بناء دولة مؤسسات حقيقية تحتاج إلى تضافر الجود نحن بعيدين اليوم عن موضوعات الحروض بل اليوم العراق هو يلتزم بدور السلمي ويؤمن بلغة الحوار والدبلوماسية لحل كل المشكلات والمعرقلات التي تحاول من زج العراق في هذا الصراع واليوم العراق يعانى في المرحلة السابقة من تدخل بعض الدول وعانى أيضا كون ضحية لصراع المحاور الذي جرى في العراق وبالتالي أعتقد اليوم العراق لا يتحمل أن يجر إلى هذه المشكلات أو يجر إلى هذه الصدامات بل يجب أن يكون بمركز محوري وأن يعيد نفسه كلاعب إقليمي دولي قوي باستطاعة أن يجمع الفرقاء ضمن مصلحة واحدة وهي مصلحة المنطقة بالدرجة العامة وأيضا مصلحة العراق بالدرجة الأساس نعم سيد أحمد الوندي المتحدث باسم إتلاف النصر شكرا جزيلا لوجودك معنا